اشتركوا في القناة من مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة أرحب بكم أجمل ترحيم اللغة العربية الوحدة السابعة الصف الخامس مهارة القراءة رسالة إلى جدتي الجزء الأول رسالة إلى جدتي الجزء الأول الأهداف عزيزي الطالب يتوقع منك في نهاية الحصة واحد أن تستخلص المعنى العام للنص من خلال القراءة الصامتة اثنان أن تقرأ النص قراءة جهرية معبرة ثلاثة أن تفسر معاني الكلمات تفسيرا صحيحا أربعة أن تستنتج الأفكار الرئيسة والتفاصيل في النص القراءة الصامتة افتح معي الكتاب على الصفحة الموجودة أمامك عرفنا في الحصص الماضية أن للقراءة الصامتة شروط ما هي شروط القراءة الصامتة وضعية اليلوس الصحيحة المسافة المناسبة بين العينين والكتاب القراءة السريعة مع الفهم من خلال النظر وعدم تحريك الشفتين مناقشة القراءة الصامتة ما الشعور المسيطر على الأحفاد عندما تتألم أمامهم الجدة بماذا يشعر الأحفاد نعم يشعر الأحفاد بالحزن ما سبب تعلق الأحفاد بجدتهم لماذا يتعلق الأحفاد بجدتهم نعم لأنها تحكي لهم الحكاية الفكرة العامة للنص ما الفكرة العامة للنص نعم خوف الأحفاد على الجدتي وشدة تعلقهم بها القراءة والاستيعاب تعالوا معي نجيب على أسرة القراءة الصامتة واحد ماذا يريد الحفيذ من جدته ماذا يريد الحفيذ من جدته نعم أن تحكي له أجمل الحكايات وأحلاء القصص والأساطير السؤال الثاني أين يقضي الأحفاد معظم وقتهم ولماذا أسمع الإجابة نعم أمام الشاشات الملونة والهواتف لماذا لأنها تسليهم التعريف بالكاتبة دكتورة حصة العوضي أديبة وإعلامية قطرية ولدت عام ست وخمسين وتسعمائة وألف ميلادية وعملت رئيسا لقسم الأسرة والطفل بتلفزيون قطر صدر لها ديوان أنشودته للأطفال عام ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية أنشودته الجزء الثاني سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية كلمات اللحن الأول سنة ثمان وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية كما صدرت لها مجموعات قصصية للأطفال إلى جانب مجموعة من المقالات تعالوا معي إلى القراءة الجهرية عرفنا قبل ذلك أن القراءة الجهرية معايير من هذه المعايير اللغة السليمة الصوت الواضح تمثيل المعنى جدة العزيزة أين أنت؟ طال اشتياقنا إليكي وزادت لهفتنا عليكي وأين لياليك الجميلة؟ وأين أحاديثك العذبة؟ وحكاياتك الممتعة؟ كم أحزنوا؟ وأنا آراك تتألمين من أوجاع مفاصلك الرقيقة أو من خفقان يزيد وينقص مع دقات قلبك العطوف أو من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه؟ لكن كل هذا يا جدتي الحبيبة لا يعفيك من مهمتك الخالدة التي قضت بها الأقدار تجاهنا نحن الأحفاد وجعلتك الأقدر على إنجازها والأمثل لها هل تتذكرين يا جدتي تلك اللحظات التي كان الصغار يتحلقون فيها معك حول موقذ النار الذي اصطفت عليه أباريق الشاي والقهوة والزنجبيل؟ يستدفئون بحكاياتك التي حكتها لك أمك عن أمها وجدتها هل ستحكين لنا مرة أخرى حكاية حمدة والسمكة الزهبية؟ أو حكاية عفرى وإخوتها العشرة؟ أو حكاية غصون أخت الغزال؟ بانتظارك جدتي لتحكي لنا أجمل الحكايات وأحلى القصص والأساطير كما كنت تحكين أيام زمان فهل سنجدك يا جدتي كما نريد؟ وهل سيعود اليوم الذي تدعيننا فيه لأحضانك الدافئة؟ نستمد منها فرحتنا وبهجة العمر الجديد؟ جدتي لقد طال الانتظار فهل لا دعوتنا إليك؟ دمت لنا حفيدك الصغير حفيد الصغير بل يا كل أحفاد الأعزاء يا من تسكنون القلب أيها الجيل الذي ولد مع مولد العشرات من الأجهزة الإلكترونية وارتقت به وبتفكيره الحواسيب والألعاب الإلكترونية وبرامج الفضائيات المتلفزة يا أيها الصغار من القديم أحييكم وأحيي فيكم رغبتكم الصادقة للعودة إلى أحضان الجدة وأحاديثها اللطيفة وحكاياتها الممتعة تتساءلون أين أنا؟ أين أنا؟ وقد حل محلي أجهزة آلية كثيرة تسليكم وتبعد عنكم شبح الملل والضجر أين أنا؟ وأنا أراكم تقضون جل نهاركم وليلكم أمام الشاشات الملونة التي تضع أمامكم كل ما تريدون حقا أيها الأحباب والأحفاد أنتم ما عدتم بحاجة إلى هذه الجدة التي لم تكن ليغمض لها جفن قبل أن تراكم كلكم صغارا وكبارا متحلقين حولها مشدودين إليها لا يشغلكم شاغل آخر سوى الإنصاط إليها بكل ما لديكم من اهتمام وشغف تنتقل بكم من حكاية إلى أخرى حتى ترى أجفانكم الصغيرة وقد أنهكتها التعب والسهر وقد أنهكها التعب والسهر فتنامون في حجرها أو على صدرها آه أعزائي ما كنت أقوى على ترككم ما زلت هنا موجودة بينكم جاهزة ومستعدة لرواية الأحاديث الجميلة فإن أردتم الاستماع فهلموا إلي وأريحوا أعينكم ولول بضع دقائق من تلك الأشعة المنبعثة من تلك الأجهزة الإلكترونية تعالوا إلى دفء أحضاني فأنا ما زلت أحتفظ لكم بأجمل الذكريات وأحلى الحكايات واسلموا لي جدتكم القراءة الجهرية اثنين اقرأ الفقرة الآتية أمام زملائك قراءة صحيحة مستعينا بالإرشادات انطق التنوين الملون بالأحمر مراعيا حركته وعند الوقف لا أنطقه ألاحظ الكلمات التي تحتوي حرفا مشددا الملونة بالأزرق وأراعي إظهار التشديد عند النطق تعالوا معين نقرأ هذه الفقرة حقا عند الوقف نقول حقا أيها تشديد الأعزاء الحرف الزائي المشدد والأحفاد أنتم ما عدتم بحاجة عندما نقف عليها نقول بحاجة نسكن إلى هذه الجدة الدار المشددة التي لم تكن ليغمض لها جفن عند الوقف نقول جفن نسكن قبل أن تراكم كلكم اللام المشددة صغارا وكبارا عند الوقف نقول صغارا وكبارا متحلقين اللام المشددة واضحة هنا حولها مشدودين إليها لا يشغلكم شاغل عند الوقف نقول شاغل آخر سوى الإنصات إليها بكل تشديد ما لديكم من اهتمام وشغف التنوين عند الوقف نقول اهتمام نسكن الميم وشغف نسكن الفاء تنتقل بكم من حكاية عند الوقف نقول من حكاية إلى أخرى حتى التاء المشددة ترى أجفانكم الصغيرة الصاد المشددة وقد أنهكها التعب التاء المشددة والسهر السين المشددة فتنامون في حجرها أو على صدرها رسالة إلى جدتي تعالوا معي نتعرف على بعض المفردات في النص معاني المفردات جدتي العزيزة أين أنت طال اشتياقنا إليك وزادت لهفتنا عليك وأين لياليك الجميلة وأين أحاديثك العذبة وحكاياتك الممتعة ما معنى كلمة اشتياقنا نعم فكر معي اشتياقنا نعم حبنا وزادت لهفتنا ما معنى لهفتنا نعم لهفتنا شوقنا وأين لياليك الجميلة وأين أحاديثك العذبة ما معنى العذبة العذبة نعم الحلوة وحكاياتك الممتعة ما معنى الممتعة أيضا الممتعة بمعنى الجميلة رسالة إلى جدتي كم أحزن وأنا أراك تتألمين من أوجاع مفاصلك الرقيقة أو من خفقان يزيد وينقص مع دقات قلبك العطوف أو من ارتفاع ضغط الدم أو الخفاضه لكن كل هذا يا جدتي الحبيبة لا يعفيك من مهمتك الخالدة التي قضت بها الأقدار تجاهنا نحن الأحفاد وجعلتك الأقدر على إنجازها والأمثل لها تعالوا معي معاني المفردات ما معنى تتألمين تتألمين نعم تتوجعين وما معنى خفقان خفقان إضطراب نعم وما معنى كلمة العطوف قلبك العطوف الحنون نعم وما معنى كلمة الخالدة أمتك الخالدة الباقية أحسنت وما معنى قضت بها الأقدار أي حكمت نعم وما معنى كلمة الأحفاد الأحفاد جمع مفردها حفيد والحفيد هو ابن الإبن أو ابن الإبنة نعم إنجازها على إنجازها ما معنى الإنجاز تحقيق إنجازها تحقيقها أفكار النص من يضع لي فكرة لهذه الفقرة للفقرة الأولى في النص جدة العزيزة فكر نعم شوق الحفيد للجدة شوق الحفيد للجدة وأيضا من يضع لي فكرة للفقرة الثانية هذه عما تتحدث نعم نعم حزن الحفيد على جدته بسبب الأمراض التي تعانيها تعالوا معي بالصفحة الموجودة أمامكم في الكتاب افتح معي الكتاب أولا لغة النص السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل فيما يأتي لا يعفيك من مهمتك الخالدة التي قضت بها الأقدار مرادف كلمة قضت حكمت تغيرت تحولت تراجعت فكر نعم بارك الله فيك نعم أسمع من يقول حكمت أحسنت حكمت سؤال آخر ثانيا الفهم والتحليل من خلال رسالة الحفيد إلى جدته أجب عن الأسئلة الآتية واحد ما الذي جعل الحفيد الصغير يحزن ويتألم فكر نعم الذي جعله يحزن ويتألم ورؤية جدته تتألم من المرض سؤال آخر السؤال السابع الصفحة التي أمامك ما مهمة الجدة الخالدة التي ذكرها الحفيد في رسالته ما مهمة الجدة الخالدة ما مهمة الجدة الخالدة التي ذكرها الحفيد في رسالته نعم حكاية أجمل القصص والأساطير لأحفادها وهي إلى هنا نصل إلى الغلق ما الفكرة العامة للنص السابق؟ نعم نص السابق يتحدث عن خوف الأحفاد على الجدة وشدة تعلقهم بها سؤال آخر ما الغرض من النص السابق؟ ما الغرض من النص السابق؟ نعم الإقناع وتوصيل فكرة ما الواجب الإلكتروني عزيزي الطالب لا تنسى أن تجيب على الواجب الإلكتروني حيث سيسجل حضورك من خلال حل الواجب جميل وعلى أمل اللقاء بكم في حصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة